اهلا بكم. ان شاء الله نبدأ نعرض الوجهة الرئاسية لبرنامج الانسز. اه نبدأ نفتح البرنامج فيزهر عندك الوجهة الرئاسية اللي قدامك هنا. اه عشان تبدأ تستخدم الميديول بتاعته المعينة اللي احنا كنا لسا ايلانها في الفيديو السابق. اه تبدأ تضغط على اللي انت هتشعر ايه مسلا لو احنا هنشتغل تبدأ تضغط عليه وتبدأ تسحبه وتحطه في الجزء المربع اللي قدامك او الجزء المستطيل. بيبدأ يظهر عندك اه الميديول اللي قدامك على طريق سبع خطوات اساسية. اه اول حاجة بيكون اللي انت شغال ميديول تاني حاجة الماتيريال اللي انت بتبدأ تخش جواه بتعرفه الماتيريال اللي انت شغال عليه سواء على حسب انت شغال ايه? اه الحاجة اللي بعدها او اللي هو المودل بتاعك اللي انت رسمته سواء رسمته على برنامج الانسز او سواء انت رسمته على اي برنامج كات تاني سواء او او كاتية او اه انفنتو. اه برنامج الانسز بيبدأ يوفر لك ان بيوفر لك برنامج رسم داخل البرنامج. زي لو احنا شفنا قدامنا لو ضغطنا اه كليك يمين على كلمة جيومتري. بيبدأ يظهر عندك اه البرنامجين. البرنامجين دولت بيستخدمه في الرسم اه المودل لبرنامج الانسز. اه احنا ان شاء الله هنبدأ نشتغل على برنامج زي مودلر. لو انت اول حاجة وقفت عليه وضغط اه كليك يمين ويظهر عندك القائمة اللي قدامك تضغط تضغط عليه تاني. يبدأ البرنامج عندك يفتح. اه بعد ما تفتح البرنامج بيبدأ يظهر عندك البرنامج مجموعة من الاوامر او مجموعة من اجزاء الرئيسية في برنامج الزي مودلر. زي ما احنا شايفين كده قدامنا. زي ما احنا شايفين كده اه مجموعة الاوامر المختلفة. لو احنا قررنا اول جزء عندك هنا ده الجزء الاولياني بتاع الفايل. اللي هو انت بتعمل او بتعمل للجزء اللي عندك. اه لو انت عاوز تعمل صورة تاخد اه تلقط صورة للشكل اللي انت اشغل عليه. اه في عندك قائمة تانية بتعمل اه اللي هو تعمل اللي هو انت بترجع او بتسبق اللي انت كنت توقف عند حاجة عاوز ترجع لها تاني. اه في عندنا مجموعة من الاوامر اه تانية اللي هو اللي انت بتبدأ تختار هل تختار الجسم كله ولا انت عاوز تختار سطح معين او عاوز تختار معينة او عاوز اختار نود اللي انت عاوز تشتغل منها. اه عندك مجموعة تانية من الاوامر اه الاوامر دي اللي انت مسلا عاوز تحرك الجسم في جزء معين. عاوز تكبره عاوز تزهره. اه عاوز تعمل اللي انت عاوز تبدأ تدور قدامك الجسم اللي قدامك. اه عاوز تاخد قطاع وتشوف الجزء اللي انت شغل عليه ده وتشوف في قطاع. اه عاوز تعمل اه بلان جديد او بتعمل اه دي مجموعة عندك مجموعة تانية ليه الكلمة او دي لو انت مسلا ما تجي تخلص الجزء بتاعك بتعمل له اللي هو بتقول له ايه انا خلصت والله كده تمام اعمل له اوك. اه عندنا مجموعة طبعا لو احنا شغالين مسلمات دي هتكون عندك طبيعية جدا. اه عندك مجموعة من البرنامج اللي ما يكون عندك على ايدك الشمال بيبدأ يزهر لك التلات مستويات اللي هو الاكس واي وزد واكس واي وزد. اه بتبدأ تختار اي جزء منهم ويتحدد له البلان ويتحدد له الجزء اللي انت شغال عليه. الجزء التاني بتاع بيكون في مجموعة من الاوامر والدايرة والمستطيل والاحاجات الاسسية اللي انت عاوز ترسم به. اللي عندك القائمة بتاعت مدفاي فيها اللي هو الامر بتاعة والامر بتاع ومجموعة الاجزاء الاخرى. لو احنا شفنا هنا في الجزء اللي احنا هنا اه متكبر عليه يبدأ يزهر لك هنا ده النود لو انت عاوز تختار نود وعاوز تختار هنا عاوز تختار فيس وهنا عاوز تختار الجسم كله. وعاوز تختار اه جزء معين ومعمول له اللي انت مسلا اخترت فيس وهو لغاية الاخر. فانت عاوز تختار الجزء ده. وهو عنده كزا مجموعة من الاوجه مع بعضها. بنبدأ نخش على البرنامج عشان يكون الصورة اوضح لنا. ده الواجهة الرأسية لبرنامج موضل. اه زي ما احنا قلنا في الجزء الاولاني هنا. اللي ده عندك مجموعة من الفايلز وهنا المجموعة تيتسيف وهنا مجموعة من البادي والفيس والنود وهنا المجموعة اللي بتختار منها تحرك منها الجسم وتكبر وتزغر او تعمل له الروتيت. طبعا ولسه ايمان عليها. يبدأ عندك هنا الجزء الاولان اللي هو الاكس واي بلان او الزد واكس واي والزد. لو انت تغطى على اي جزء منه من المستوى اللي انت تبدأ تشتغل عليه بيبدأ يزهر لك الجزء اللي عندك. طوله والله انا اشتغل على على عميستوى اكس واي. تبدأ تحدد له اكس والواي وتحدد له اه تضغط على اللي انت عاوز تختار ترسم الرسمة وتعمل له اللي انت بدأت تزهر قدامك الجزء الادامك. الحاجة اللي بعد كده اللي انت لو دخلت على قائمة يبدأ يزهر لك الاوامر الرأسية. والله لو انت عاوز ترسم مستطيل بتبدأ تختار تضغط عليه عادي خالص وتبدأ تيرسم مستطيل عادي خلص. هنا تبدأ استخدام القائمة بتاع الدرو. لو انت عاوز تشيل اي جزء بتختار فبتختار امر او على حسب انت شغاله هتعمل له فلت هتعمل له كوس معين او هل تعمل له شنفر. بعد كده لو انت عاوز تعرف انت عاوز تعمل ده الطول بتاعه قد ايه? والعرض بتاعه قد ايه? تبدأ هنا لو انت بسيت على الدتيلز التحت هتلاقي لك والله الطول بتاعك كزا والعرض بتاعك كزا تبدأ تدخل له الرقم اللي انت عاوزه. يعني انت لعاوز تدخل له هنا رقم معين مسلا دي مسلا هنا عشرة في اتناشر. اه بعد كده الجزء اللي انت عاوز تعمله اه لا اما او تعاوز تعمل له مثلا معين اللي انت عاوز تعمل له سمك معين. لو انت تغطى على المستطيل اللي قدامك وعملت ويديت له مسلا اللي هو عرض متر. ويتعمل له يبدأ عندك الجزء عندك يبدأ يطلع قدامك. آآ ده بشكل مبسط كده ان شاء الله. آآ او بصورة مبسطة بدأنا نقول البرنامج بتاع آآ بيبدأ تتعامل ازاي معاني. ان شاء الله الكلام ده هيوضح آآ بصورة واضحة جدا في مجموعة التمرين اللي احنا جبناها من المرجعين اللي احنا نبدأ نشتغل عليه. شكرا لكم ونلتقي في اول آآ توتوريال لنا القضي.